لنرى إمكانية بناء المزيد على ما أنجزنا بالنسبة لدواء للتحويل لنفترض وجود دلتين تحويل خطيتين أي الدلة S التي تقوم بتحويل العناصر من المجموعة X إلى المجموعة Y ولنفترض أن المجموعة X هي مجموعة جزئية من المجموعة RN وأن المجموعة Y هي مجموعة جزئية من المجموعة RM نعلم أنه عندما تكون دالة التحويل S دالة تحويل خطية يمكن التعبير عنها كنتج ضرب مصوفة في متجة سأستخدم نفس اللون الذي استخدمته سابقا دالة التحويل S للمتجة X تساوي المصوفة A مضروبة في المتجة X وينتمي المتجة X الذي نطبق عليه دالة التحويل إلى المجموعة X التي بدورها تنتمي إلى المجموعة RN سأكتب هذا هنا ينتمي المتجة X على المجموعة RN إنه في الحقيقة ينتمي إلى المجموعة X التي تشكل مجموعة جزئية من المجموعة RN لكن أحاول إيجاد أبعاد المصوفة A يحتوي المتجة X على العدد N من المركبات ويجب أن تتكون المصوفة A من العدد N من الأعمدة لذلك هي مصوفة M في N هذا جيد سأقوم برسم ما كتبته في الأعلى ها هي المجموعة X وهي مجموعة جزئية من المجموعة RN التي أستطيع رسمها بحيث تحيط بها وتوجد دالة تحويل خطية تقوم بتحويل العناصر من المجموعة X إلى المجموعة Y إذن تذهب العناصر إلى مجموعة جديدة Y أقوم برسمها هنا وتنتمي المجموعة Y إلى المجموعة RM يتم التحويل عن طريق تحويل عناصر في المجموعة X إلى المجموعة Y بواسطة الدالة X التي تشكل الدالة تحويل خطية وبالتالي تحصل على قيمة ما في المجموعة Y التي تنتمي إلى المجموعة RM المصفوفة التي تشكل تعبيرا عن التحويل الخطي هي مصفوفة M في N أليس كذلك؟ لأنك ستبدأ بمتجه يحتوي العدد N من القيم وينتمي إلى المجموعة RN لتحصل على متجه ينتمي إلى المجموعة RM هذا جيد لنفترض وجود دالة تحويل خطية أخرى تسمى T تقوم بتحويل عناصر من المجموعة Y إلى المجموعة Z سأقوم برسم ذلك ها هي المجموعة Z وأستطيع تحويل عناصر من المجموعة Y إلى المجموعة Z باستخدام دالة التحويل T هذا مشابه لما قمت به سابقا ونعلم أن المجموعة Y تنتمي إلى المجموعة RM هي ليست عنصرا بل مجموعة جزئية من المجموعة RM الأعداد N و M هي أعداد عشوائية فربما تساوي 100 أو 5 أو غير ذلك فأنا أحاول تقديم الفكرة هنا بشكل مجرد ولنفترض أن المجموعة Z عنصر في المجموعة RL يبدو أنني قد استنفدت أحرف الأبجدية كيف يمكن التعبير عن دالة التحويل T على شكل مصفوفة؟ نعلم أن هذه دالة التحويل خطية ويمكن التعبير عنها بهذا الشكل دالة التحويل T للمتجة X الذي ينتمي إلى المجموعة RM تساوي المصفوفة B مضروبة في المتجة X ما هي أبعاد المصفوفة B؟ ينتمي المتجة X إلى المجموعة RM إذن تحتوي المصفوفة B على العدد M من الأعمدة وهي تحويل إلى مجموعة تنتمي إلى المجموعة RI إذن تقوم دالة التحويل بتحويل عناصر من المجموعة RM إلى المجموعة RI وبالتالي المصفوفة B هي مصفوفة L في M عند رؤية ما كتبته سيتبادر إلى ذهنك سؤال بديهي هل نستطيع إنشاء دالة تحويل تقوم بتحويل عناصر من المجموعة X إلى المجموعة T؟ نستطيع إنشاء هذه الدالة باستخدام تركيب من الدوال S و T سنقوم بابتكار الدالة T وحولها هذه الدائرة الصغيرة S هي تحويل من المجموعة X وصولا إلى المجموعة Z سنسمي هذه العبارة مركب الدالة T مع الدالة S نقوم في النهاية بدمج الدالتين لإيجاد دالة تحويل جديدة تقوم بتحويل عناصر في المجموعة X وصولا إلى المجموعة Z لم نقم بتعريف هذه الدالة بعد كيف يمكن إنشاءها؟ لنفترض أننا نعمل ضمن المجموعة X يجب أولا تطبيق الدالة S للحصول على قيم الناتجة عن التحويل تنتمي إلى المجموعة Y ماذا يحدث عند تطبيق دالة التحويل T على القيمة الناتجة عن التحويل الأول للحصول على هذه القيمة باللون البرتقالي؟ أي ناتجة تطبيق الدالة T على القيمة الناتجة عن تطبيق الدالة S وهي عنصر في المجموعة Y التي تنتمي إلى المجموعة RM إذن نقوم بتطبيق دالة التحويل T على هذا العنصر الناتج عن تطبيق الدالة S على المجموعة X ربما تبدو هذه القطوة منمقة للغاية لكن تذكر أن هذا المتجى ناتج عن تطبيق دالة التحويل S في المجموعة Y التي تشكل مجموعة جزئية من المجموعة RM وينتمي المتجى إلى المجموعة X لذلك عند تطبيق دالة التحويل تلك ينتج عنصر ينتمي إلى المجموعة Y وعند تطبيق دالة التحويل الخطية T على العنصر الناتج ينتج متجه آخر ينتمي إلى المجموعة Z سنقوم الآن بتعريف مركب الدالة T مع الدالة S كالتالي نقوم أولا بتطبيق دالة التحويل S على المتجى X للحصول على عنصر في المجموعة Y ثم نطبق دالة التحويل T على المتجى الناتج للحصول على متجى في المجموعة Z ربما يكون السؤال الأول الآن هل الدالة الناتجة هي دالة تحويل خطية؟ هل يعد مركب دالتين خطيتين دالة خطية؟ يوجد شرطين لتكون الدالة الناتجة دالة خطية أليس كذلك؟ الأول هو أن يكون ناتجة تطبيق دالة التحويل الخطي على مجموع متجهين يجب أن يكون مساويا لمجموع التحويل الخطي لكل منهما على حده أعلم أن الشرح الشفاهي لا يبدو منطقيا لذلك سأقوم بإيجاد مركب الدالة T مع الدالة S لمجموع متجهين ينتميان إلى المجموعة X أي المتجة X والمتجة Y ماذا يساوي هذا استنادا إلى التعريف؟ إنه يساوي ناتجة تطبيق دالة التحويل T على ناتج تطبيق دالة التحويل S على مجموع المتجهين أي المتجة X مضافا إليه المتجة Y ما هو ناتج هذا التحويل؟ قلت في بداية مقطع الفيديو أن الدالة S هي الدالة التحويل الخطية وحسب تعريف الدالة الخطية نعلم أن دالة التحويل S لمجموع المتجهين X و Y تساوي دالة التحويل S للمتجة X مضافا إليها دالة التحويل S للمتجة Y ونعلم أن ذلك صحيحا لأن دالة التحويل S هي دالة التحويل خطية حيث يمكن استبدال المقدار دالة التحويل S لمجموع المتجهين X و Y بالمقدار دالة التحويل S للمتجة X مضافا إليها دالة التحويل S للمتجة Y نعلم أيضا أن دالة التحويل T هي دالة التحويل خطية وهذا يعني أن تطبيق دالة التحويل على مجموع متجهين يساوي مجموع دوالة التحويل للمتجهين على حذى أي أن المقدار يساوي دالة التحويل T للمتجة الناتج عن تطبيق دالة التحويل S على المتجة X مضافا إليها دالة التحويل T للمتجة الناتج عن تطبيق دالة التحويل S على المتجة Y أصبحت المصطلحات أكثر تعقيدا نستطيع قول ذلك لأن الدالة هي دالة تحويل خطي لكن ما هو ناتج هذا المقدار؟ هذه العبارة تساوي مركب الدالة مع الدالة S للمتجة X مضافا إليه مركب الدالة T مع الدالة S للمتجة Y بالاستناد إلى أن دالتي التحويل كلتي هما خطيتان حصلنا على الشرط الأول وهو أن تطبيق مركب الدوال على مجموع متجهين يساوي مجموع مركب الدوال لكل منهما على حدة كان ذلك هو الشرط الأول لوجود دالة تحويل خطيئة أما الشرط الثاني فهو تطبيق دالة التحويل على ناتج ضرب قيمة قياسية في متجة ينتمي إلى المجموعة X ما هو مركب الدالة T مع الدالة S؟ لنتج ضرب قيمة عددية في المتجة X الذي ينتمي إلى المجموعة X حسب تعريف المركبات هذا يساوي دالة التحويل T للمتجة الناتج عن تطبيق دالة التحويل S على العدد C مضربا في المتجة X ماذا يساوي هذا المقدار؟ نعلم أن دالة التحويل S للعدد C مضربا في المتجة X هي تحويل خطي يمكن إعادة كتابة المقدار كالتالي دالة التحويل T للعدد C مضربا في دالة التحويل S للمتجة X لقد قمت باستبدال هذه المقادير المتكافئة أي دالة التحويل S للعدد C مضربا في المتجة X بدالة التحويل T مضربا في العدد C مضربا في دالة التحويل S للمتجة X وذلك بالاعتماد على حقيقة أن الدالة S هي دالة التحويل خطي لقد فعلنا ذلك مرات عديدة لدينا الآن المقدار دالة التحويل T لقيمة قياسية مضربة في دالة التحويل S لمتجة ما وبالاعتماد على أن الدالة T هي دالة التحويل خطي يصبح المقدار كالتالي العدد C مضربا في دالة التحويل T للمتجة الناتج عن تطبيق دالة التحويل S على المتجة X الذي ينتمي إلى المجموعة X ما هو ناتج هذا المقدار؟ إنه يساوي الثابت C مضربا في مركب الدالة T مع الدالة S للمتجة X إذن تم تحقيق الشرط الثاني لوجود دالة التحويل خطية إذن المركب كما قمنا بتعريفه هو دالة التحويل خطية وهذا يعني أن المقدار دالة التحويل T للمتجة الناتج عن دالة التحويل S للمتجة X أو مركب الدالة T مع الدالة S للمتجة X يمكن كتابته كالتالي المصوف A مضربة في المتجة X ما هي أبعاد المصوف A؟ نبدأ من فضاء له البعد N إذن تحتوي المصوفة على العدد N من الأعمدة وصولا إلى فضاء له البعد 1 وبالتالي تحتوي المصوفة على العدد 1 من الصفوف المصوف A هي مصوفة L في N سأتوقف عند هذه النقطة في مقطع الفيديو هذا لأني قمت بإنتاج العديد من مقاطع الفيديو التي تجاوزت مدتها العشرين دقيقة بما أننا نعلم أن هذه دالة التحويل خطية وأنه يمكن التعبير عنها بناتج ضرب مصوفة في المتجة سأقوم في مقطع الفيديو التالي بإيجاد طريقة للتعبير عن هذه المصوفة خاصة بوجود مصوفتين لتعرف دوال التحويل S و T ترجمة نانسي قنقر